قوي وهنتكلم على حسين الشحات كتير وهنتكلم عن يحيي عطية الله اللي مش موجود في المباراة النهاردة هنتكلم على عفشة اللي مترائب رقابة لسيقة الناد الأهلي بدأ في حراسة المرمى بمصطفى شبير وخالد عبد الفتاح اللي عليه علامات استفهام ورام ربيعة وياسر إبراهيم أيضا اللي عليه يعني برضو علامات استفهام يحيي عطية الله المختفي تماما لعب اتنين في وسط الملعب بأحمد نبيل كوكا ومروان عطية اللي مستوى النهاردة متراجع لعب بأفشة أيضا مستوى متراجع لعب بتاو اللي مش موجود حسين الشحات مهدر الأهداف وكهربة اللي مش موجود قولا واحدا النادي الأهلي التشكيلة فيها نوع من أنواع الظلب يعني انت عندك برة عمر كمال عبد الواحد كان ممكن تبدأ به مكان خالد عفتاح عندك يوسف أيمن كنت تضيله ثقة النهاردة وتبدأ به مكان ياسر إبراهيم عندك ريدا سليم كان ممكن تبدأ به النهاردة مكان برستاو عندك عمر الساعي كنت تضيله أيضا ثقة من بداية المتش وتحطه جنب مروان عطية لكن النهاردة خالد عبد الفتاح يعني أنا شايف أن تشيرت النادي الأهلي تشيرت النادي الأهلي تي إيل علي من وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الإطلاق أنا شايف ومن وجهة نظري أن خالد عفتاح سيغادر النادي الأهلي في يناير لأن اللي حصل النهاردة في ماتش سيراميكا من خالد عفتاح حاجة سازجة لاعب ما عندوش هجوم لاعب بيحب يدفع بس لاعب بيحب يتفزلك لاعب مش عارف أنا مش عارف هو بيفكر إزاي كمان رامي رابيعة النهاردة مش فأفضل حاجة هو وياسر إبراهيم الله أكبر عفنها شوارع يعني لو لتقلق مصطفى شبير في الشوت الأولاني كان النادي الأهلي طلع مغلوب الشوت الأولان ياسر إبراهيم ورامي رابيعة فتحنها شوارع ليه أنا من وجهة نظري اللي اتنين الكرة بتاعتهم ضعيفة هم يدفعوا كويس يقطعوا كرة كويس تمام لكن هم يقفوا على الكرة ويوزعوا كرة ويوزعوا لعب لأنا من وجهة نظري اللي اتنين النادي الأهلي محتاج اتنين مدفعين يا جماعة بقيمة محمد عبد المنح اللي صعب يتعوضوا يعني كنا ممكن مثلا لو بدر بنون موجود أو النادي الأهلي كان يقدر يجيب بدر بنون كنا هنقول بدر بنون هيعوض غياب محمد عبد المنح ليه؟ لأن بدر بنون القرة بتاعته عالية قوي قوي كمان جبنا أشرف داري مصاب يعني فيه كلام إنه هو هيكون موجود في المباراة الجاية أشرف داري هيبقى يعني الحقيقة أجماعة بما يرضي الله شوارع شوارع كمان يحيي عطية الله يعني يحيي عطية الله النهاردة يعني أنا شايف أنه هو يعني بدنيا واقع في المباراة دي بدنيا واقع يحيي عطية الله تمام كمان هنتكلم على أحمد نبيل كوكا ومروان عطية ما فيش انسجام خالص ما فيش تفاهم بين الاتنين الباص بيطلع غلط التمرير بيطلع غلط ودايما بيمرروا بيرجعوا الورى يعني هما دايما بيرجعوا الكرة الورى والنادي الأهلي يا جماعة ما ينفعش إنه يستلم يرجع الورى لأنت لازم تطلع لقدام ولازم كرتك تطلع لقدام لإن كده ما ينفعش قولا واحدا ما يبقاش عندك اتنين وسط ملعب وجايب عمر الساعي وما انتش عايز تديله طب لحد امتى لحد امتى يا عم كولر هنجيبه صفقات نركنوها برا انت من الصفقات بحالة ما لعبتش غريح يعطيها طوله عشان محتاجه طب ما انت حندك عمر الساعي طب تديله من بداية المباراة يا أخي ادل يوسف أيمن من بداية المباراة خلي يمكن يوسف أيمن يخلف وجهة نظرك يمكن يخلف وجهة نظرك طيب كمان بيرستاو أنا من وجهة نظري أقول كفاية يعني أنا بقول كفاية لبيرستاو أنا بقول كفاية يعني بيرستاو الحقيقة يا جماعة باستثناء كرة واحدة في الشرط الأولاني اللي الحارس طلحها بيرستاو مش موجود بيرستاو مش موجود مع أنا على الخريطة من يوم مسيماني ما مشي وبيرستاو مش موجود هل النادي الأهلي بقى عنده صرفة لبيرستاو في يناير هل يقدر يمشيه ده أنا مش عارف مش عارف الكلام ده أنا مش عارف كمان الإعلامي عمر أديب دعد المباراة بيصرح بيقولك النادي الأهلي النهاردة مش في أفضل حالته حقيقة بجد أنا معاه النادي الأهلي النهاردة فعلا مش في أفضل حالها النادي الأهلي النهاردة غير موجود خصوصا في الشرط الأولاني سيراميكا كيلو باترة أفضل بكتير أفضل بكتير في الشرط الأولاني فكان لازم يكون فيه تدخل قوي من كولر وأنا شايف أن دقة الاحتياطي مش يعني مش أفضل حاجة أنت بتتكلم يعني يوسف أيمن وعمر كمال وأكرم توفيه ورضا سليم وعمر السعي مفيش الأوراق اللي تغير لك الماتش الحقيقة مفيش الأجواء اللي تغير الماتش تمام كمان إمام عشور قرار مدرب الصفة بالخير قرار مدرب أشرف داري مصاب وسامب وعلي مصاب علي معلول مصاب محمد هاني مصاب مفيش اللي يعني بغض النظر باستثناء رضا سليم برا هو اللي ممكن هو عمر كمال عبدالوحل هو اللي ممكن ممكن يعني يغير لك نتيجة المباراة أو يساعدك في تغير نتيجة المباراة لكن برضو ما يحدث الفارق لأن هو بعيد بقاله فترة كبيرة طيب نيجي لمحمد مجد أفشا للنهاردة عليه رقابة كبيرة جدا يا جماعة أفشا عليه رقابة كبيرة جدا وكمان الكابتن طاري مصطفى عامل زحمة في وسط الملعب عشان كده أفشا مش عارف تحرك عشان كده أفشا مش عارف تحرك وطبعا أنا بحي الكابتن طاري مصطفى طبعا إن هو قدر يقرأ فكر كولا حسين الشاحات حسين الشاحات يا جماعة أقسم بالله الكرة اللي ضيحها دي مضيحها أكتر من 90 مرة كرة زي دي معروف إنك لازم الكرة ما تتلعبش على الأرض لازم تتلعب عالية لازم تشيل الكرة من تح لإن الحارس بيطلع نايم على الأرض فبالتالي لو لعبتها على الأرض الكرة هتتصد ضيع واحدة في الزمالك في المباراتين في الصبر ده والصبر ده في المباراتين وضيع واحدة في الموتش اللي فات وضيع واحدة في الموتش إفريقيا الأولاني اللي فات يعني حسين الشحات الكرة دي بتجيله كتير قوي ومصر اللي هو يلعبها على الأرض أنا أول مرة شوفها يعني أنت اللي أنا أعرفه اللي أنا أعرفه إن كرة زي دي لازم تطلع لفوق لازم تشيل الكرة من تحت الفوق لأن الحارس بينزل على الأرض فبالتالي لو لعبت الكرة على الأرض الكرة هتنصد ده من وجهة نظري طيب نجي الكهرباء كهرباء مختفي تماما طبعا معذور كابتن طريق مصطفى عامل زحمة في الدفاع وعمل زحمة فوسط الملعب فكهرباء طبعا نفيش أوفرات نفيش سبرينتات نفيش اختراقات طبعا كل ده سببه إن إحنا عندنا الجناحين ضعاف وفردتين الدفاع ضعاف من وجهة نظري حده هيقول لرامر ربيع عدم قسر الدنيا وأساسي وبيجيب براحته بس الكرة بتاحته قليلة يا جماعة النادي الأهلي محتاجة تنين مدفعين لعبة كرة تنين مدفعين لعبة كرة تنين مدفعين يحرفوا يطلعوا بالكرة يعرفوا يزيدهم يعرفوا يمررهم يعرفوا يعمر السروهات ده النادي الأهلي مش أي تنين مدفعين مع احترامي لياسر إبراهيم ورامي ربيع والناس ده كلها لكن الحقيقة النادي الأهلي لو فيه تنين مدفعين زي محمد عبد المنعم لا انسى انسى أن حد يقرب من المنطقة دي أنا بغض النظر عن نتيجة مش هتكلم عليها كتير فيعني بدعو حضرتك إنك لو جديد معايا اشترك في القناة وفعل زر الجرس وشير للفيديو عشان نوصل للحلقة دي لكل الناس أنا بشكرك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشترك في القناة